ما زال الرجل المستولي على الحكم في البلاد بقوة السلاح يعد الشعب بان هذا الانقلاب العسكري سيأتي عليهم بكل رخاء والناس شافت بعينها الخراب وهدم البيوت والفقر والجوع الذي يكتاح الشعب القاصي والداني يعلم ذلك تماما تماما ان الجمهورية الجديدة لا مؤاخذة لا مكان فيها للفقراء والبسطاء ما دول اكيد ده حاجة بسيطة من مصر لا حضرتك دول فوق تسعين من في المية من مصر السيسي بيتعامل هو وعصابته ان البلد بتاعته وانه بيصرف على الشعب من فلوسه اللي هي في الاصل فلوس الشعب الشعب اللي بيشتغل ويزرع ويدفع من ضريبه وعرقه ويجي واحد زي السيسي المفروض اصلا انه بياخد مرتبه من الشعب جملة مضحكة طويلا في مصر يجي واحد زي دول يقول لهم انا بصرف عليكم ويمنع التموين اللي متجاوز جديد وبكرة اللي متجاوز قديم السيسي يواصل ادلال الشعب والتعامل باحتكار بحرف القاف والله هو بيتعامل مع الشعب بالاتنين بالاحتكار والاحتقار ويتعامل باحتقار مع النواب اللي هم اصلا المفروض انهم منتخبين من الشعب في بلد الكائن كل حاجة كائن كل حاجة عبارة لقطات مصر شوية لقطات مفيش اي حاجة غير شوية لقطات ده بيمثل انه نائب الشعب وده بيمثل انه رئيس فنائب الشعب بدولة الكائن تعمل هذه المعاملة لما خرج يطلب لعمال انا ان ما يتخصبش ممرتبهم 150 او 200 جنيه ويتم صرف للعمال ودبة فقوبلة بالويلي والتبور وعظائم الامور بالنسبة للأسكرة والواجبة وحيقصوا بها جدا للنسبة للمواطن المتوسط الداخل والموظف متوسط الداخل يا فندم 150 او 200 جنيه هتم خصمها الشهر ده منه اي لقطة يعني الراجل بيعملها يا ربنا اللي عالم بالنواية طلب عادي جدا ابسط حول عمال وافتكر الراجل افتكر نفسه نائب بجد نيسي النائب بتاع زي ما انا قال له انت مين الراجل افتكر نفسه نائب بجد وبيمثل الشعب ويطلب من السيسي طلب قدام الشعب اللي هم بيمثلوهم فكر رد عليه العميل اللي بيحكم خبضته عالبلاك بهذا الشكل انا ما بهديش اسمع لبولك عليه انا اعمل شغل بس انا ما بهديش الواحد لازم يشرب عشان يستحمل بس ده شي المهم السيسي بيقولك ما بيديش هدايا هدايا تيابه 150 جنيه والشعب السعلوك ده هديله هدايا السيسي يدي هدايا على كبير يدي جزر للسعودية او اتفاقية نهر النيل لأسيوبيا من وراء اسرائيل او المياه الاقليمية في البحر المتوسط والغزها للأبرس واليونان من وهم اسرائيل برضو كل حاجة وراء اسرائيل حتى قناة السويس ما كانش فيها هدايا كتير هدايا بسيطة للحضور فاكرين قناة السويس ولا نسيته انا عايز اعرف نفسي اهمل مقابلة مع راجل من اللي كان مستثمينه في قناة السويس مدليات زهب للبيع بالكامل وجنيه شعال قناة السويس سيطبع العام الحالي ساعتها الطبع توزع جنيهات زهبية لو زي كنا ما خلتنيش بسبعمائة وخمسين تقريبا مليون ثلاثة اربع مليار حاجة كده تحتيجوا زي الناس اللي حضروا حفل قناة السويس حق الناس الطبيعي في قدنى درجات السطر في مصر تحول لهدية الحق الطبيعي تحول لهدية وهدية كمان ما وصلتش ولم يقبلها ولي النعم والعاذ بالله ده الوضع في مصر ناس بتشتكي من الفقر والجوع ومش قادرة تستحمل كل طلبهم يشيل من عليهم مئة وخمسين جنيه ضريبة نزلت على راتبهم ورافض ومش بس كده والقل وشوية وقل كامل وزير الناس اختانت يا كامل وجيوب اتملت يلا المصمصها تبقى مش رطيفة كامل لو قلت ان الجيوب اتملت مش رطيفة لقى بجد لا يا فنش يعني الحاجة سعيد جيوب بتملتش يعني حاجة سعيد الجيوب اتملت حاجة زبالة والله العظيم لفظ زبالة رفظ محترم تعالي ما بعده تعالي استخفى الله العظيم وكأنه وبيقول نفس قولت فرعون انا ربكم الاعلى يتكلم بالظهر لا اريكم الا ما ارى لا يمكن تشوف اي حد اي حد انقلابة قبل كده بيخدم شعبه بجد بيتكلم معاه بهذه الطريقة العفنة والمخزية لا يمكن يكون كل مشاهد كلامه مع الناس بهذا الشكل الناس بتقن قنين المستضعفين من الجوع والفقر وغلى المعيشة وتدن الرواتب وده جاي يقول لهم ما مفرقش فلوس على حد عندنا مشكلة في التفريق التفريق ده مشكلة عندي انا ما احبش يا دكتورة ايه افرق 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 فلوس على الناس ده كلام مش مزبط ما احبش فلوس بابا وماما لس يا ابوهالي ما ينفعش افرقها عن الناس احبش كده خالص خالص بالله عليك الاصول دي تبقى ايه هذا الحرص الشديد ايه بقى ايه ايه فاكر فيلم مرقص وكهين طيب المهم كانوا بدي الناس منجيبوا ديش للناس هداية وما بيصويش وما بعملش حاجة سبالة خالص مش من فلوس الشعب انت بتاخد مرتبك من الشعب وولادك وعيلتك بتاكل من الشعب والوزراء بيأكلوا من الشعب والكرسي اللي انت قاعد عليه من الشعب والمايكل اللي انت قاعد ترازي به الشعب هو بتاع الشعب والتنكة بتاعت اهلك دي اللي عملها الشعب لكن يستاهل الشعب اللي ركب الاراضل عليه ما يحدث في مصر هو هرم مقلوب تماما مقلوب فيه كل حاجة السيسي اللي ما بيحب شد هداية للشعب وبيحضر كل حاجة بنفسه وبيختارها وبيختار اللي هيدخله شرطة وجيش اه بيختار كل حاجة كان بيوزع هداية من نوع اخر تعرف السيسي اولاده كلهم في الجيش واحد في البترول لكنه ما بيحبش الواسطة كلها صدف صادفة صادفة تلك الوظائف مستحقية على ذكر بالحظ وبالصدف انا شايف انك هناك بالحظ وبالصدف بتاعت محمد مونير دي تستحق تكون من النشيد الوطني معبرة عن مصر اللي هي صدف ومصادفات رهيبة استمرت في موقف في مواقف اخرى زي اختبارات طلاب كلية الشرطة يعني مثلا ممكن نسمي ان نغير اسمه كلية الشرطة ونسميها كلية ابناء الخولي ويبقى الخولي في خدمة الشعب بدل ما الشرطة في خدمة الشعب يعني انا شايف انه ده يبقى مناسب جدا جدا الخولي افتراضيا دولة بقى دولة افتراضية يعني مصر العسكر بقى الدولة افتراضية دي كمية هدايا هتشوفها اهو بتتوزع لفقات معينة نجل العقيد احمد جمال خليفة نجل العقيد جمال خفيخ خليفة وشقيق النجل خقيب محمد جمال خليفة احمد طارق عبد العظيم نجل الوقت طارق عبد العظيم وابن شقيق الدكتور سيمير سيف اليازر المحافظة بان سويف الاسبق يا خدخنوا ساينتا جميلة مليون مبروك ابراهام ايمن شكري نجل النائب البرلماني المحترم ايمن شكري لده نائب ولده طالب ولده كلية شرطة اصلا مليون مبروك ابراهام احمد يوسف الشازلي بكلية الشرطة نجل النائب البرلماني يوسف الشازلي آه 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 آف مبروك ابراهام ناجل البرلماني النائب البرلماني عبدالتواو عبدالقادر يلا فقه آه آه دي كمال داخل الشرطة منار محمد خليفة بنت المستشار الخلوك محمد يعني عيلة كده قبولها بكلية شرطة الدويعر مبروك لعيلة الدويعر مبروك لعيلة الدويعر حقيقة نبلون مبروك لإسماعيل أبو رحاب ناجلو الكرم أبو رحاب وزير عام بمصلحة الدرايب وبناخ المستشار حسن أبو رحاب ناقص برئيس سي قاضية الدولة وبناخ المستشار عبدالله أبو رحاب محمد عم بمحكمة النقد وبنعم المستشار خالد حسن أبو رحاب يا الله ربنا يخد نحن يا شيخ محمود عبادة مدير إنتاج تلفزيون يتقدم بخلص التهنئة إلى أحمد ناصر سالم لقبوله ببلاد الشرطة الشقيق الملازم أول بالفنية العسكرية محمد ناصر سالم الزباط والشرطة والجيش والمستشارين وكلان يابا وأقول لك قطين وصالة قطين وصالة وبيرازوا في شعب أكتر من 90% من الشعب قطين وصالة كل حاجة واخدنها كل حاجة واخدنها وعيال المستشارين يخشوا كلية الشرطة وأحفادهم يتبولوا على كلية الشرطة وأقول لك تكية مش دولة دولة افتراضية كأنهم ضاموا وكأنهم امتحنوا وكأنهم خضعوا لاختبارات وكأنهم نجحوا وفي الآخر نستهنيهم على مشهد عبسي هاتلي دولة في العالم ماشية بهذا الشكل سيبك من منطقة البائسة دي بتكلم عن الدول هاتلي عزبة في أي دولة بتحترم مواطنيها تتعامل بهذا الشكل طبعا كان لازم بتوع الإعلام في التلفزيون ياخدوا من الحظ ناية بحاجة واخدنها لهم عماكن بالواسطة برضو بكلية الشرطة الشرطة تسعى كل المعرضين وكل السلطات التشريعية فيها دي مصر المنقلب فيها في أول أيام انقلابه وقال لك ما بحبش الواسطة والمحسوبية يا فوق يا وحشين أنا جاي يلغي الواسطة والمحسوبية يكون غريب ويمكن الناس ما تصدقوش كمان أنا ميه عشانتوا عايزين تعرفوا أنا ميه طبعا أنا ما بحبش الواسطة والمحسوبية بدد طبعا طلاب دول أغلبهم دخل عشان أهليهم من المستنفعين بتوحشية العسكر اشتروا العيالهم بالرشوة والواسطة والتعريض والنفاق وأماكن في كلية الشرطة يا تامة زي ما كون لحاكب بقولك لو لم يرتكب عبد الناصر جريمة غير أنه أنه ركب الأوباش على الشعب الأوباش على الشعب الأوباش جي المقصود بها إيه كل من ليس ذو كفاءة يتولى منصب فيصيب بالهم والغم آلاف اللي كانوا مستحقين لهذا المنصب آلاف المرؤوسين تحته يقتل الأمل أصعب شيء في الدنيا قتل الأمل نكتقتل الأمل في القلوب تقتل الأمل أن نجاحك وتقدمك وتفوقك واكتهادك هيوصلوا بيه مصر لأ مصر لأ ففي سبعين سنة تجريف بقى دي النتائج بقى رئيس الوزراء حرامي زي ما انت شايفه بالشكل ده والمفتشي بالتين ولا بالتين ولا بسين اهو بالشكل القميدة والأشكال كلها زي ما انت شايفها كده ليه؟ ما هو انت كل مرة بتختار الأسوأ في الأسوأ في الأسوأ أسوأ لحد ما وصلنا لحصلة الحسالة يتم حرمان شباب لائقين نجحوا بدرجات كبيرة واكتهدوا على نفسه وتعبوا على نفسهم زي ما بيقولوا الشوام وذاكروا كان نفسه يبقى ضابط شرطة يتم حرمانه واعطاء فرصهم للعيال دي هي دي مصر بمنتهى البساطة وهي دي كلية الشرطة قص عليها النيابة والحربية والبحرية والمعهد الفني وكل شيء اعتلاه العسكر الله خاتب شكرا